أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لتعزيز التعاون الصنائي بين مصر والكويت على مختلف الأصعيدة بما يمكن من تحقيق المصلحة المشتركة جاء ذلك خلال استقباله وزير خارجية تدولة الكويت عبدالله اليحية والوفد المرافقة له في إطار الجهود المبذولة من البلدين لتعزيز جهود التعاون المشترك وتناول لقاء بحث الأوضاع الإقليمية الراهنة بما في ذلك الحرب في قطاع غزة وما تسببت فيه من حالة عدم الاستقرار في الإقليم وما يحدث من اضطرابات في البحر الأحمر وتأثر إرادات قناة السويس بهذه الأحداث وكذلك الأوضاع في السودان